اهلا بكم الى موجز اخبار الان ارتفع الى 20 قتيلا على الاقل واكثر من 100 جريح عدد ضحايا اطلاق النار في احد المهرجانات الموسيقية في لاس فيغاز غرب الولايات المتحدة بعد ان عمد مسلح لفتح النار واطلاق الرصاص على الناس واعلنت شرطة لاس فيغاز في وقت لاحق انها تمكنت من تحييد مطلق النار مشيرة الى قتله اعلنت حكومة كاتالونيا ان نحو مليونين ومئتين وستين الف شخص ادلوا باصواتهم في استفتاء محضور بشأن الاستقلال عن اسبانيا يوم الاحد وان 90% منهم صوتوا لصالح الانفصال ويمثل هذا نسبة اقبال تبلغ نحو 42.3% من اجمال عدد الناخبين في كاتالونيا بعد ان اعلنت وزارة الدفاع القومي الكندي ان اوتاوى مددت مساهمتها في اعمال التحالف الدولي ضد تنظيم داعش في العراق حتى الحد وثلاثين من مارس 2019 اعلنت لاحقا ارسال فريق من مهندسي الجيفش الكندي دول مهارات العالية لتفجير القنابل لتدريب قوات الامن العراقية واشرت في بيان الى ان قوات التحالف تدير برنامج منفصلا لتدريب القوات العراقية على تفكيك العبوات الناسفة المحلية الصنع بدأت ماليزيا محاكمة امرأتين متهمتين بقتل الاخ غير الشقيق لزعيم كوريا الشمالية بكولا لنبور ودفعت الشابتان التي يمكن ان تواجه عقوبة الاعدام ببراءتهما مع بدء المحاكمة بدعهما انهما تعرضتا للخداع لاعتقادهما بانهما كانتا تشاركان في برنامج مقالب تلفزيونية حين هاجمتا الضحية اوضح تقرير لمنظمة حقوق الانسان يوم الاحد ان الحرسة الثورية الايراني جند اطفال مهاجرين افغان يعيشون في ايران للقتال في سوريا وبحسب التقرير فان هؤلاء الاطفال الذين تبدأوا اعمارهم من 14 عاما يقاتلون ضمن لواء فاطميون الى جانب قوات النظام السوري نفت الحكومة الاردنية بعض ما يتم تناقله من معلومات غير دقيقة نقلا عن منظمات او اشخاص تحمل الاردن مسئولية عدم وصول المساعدات الانسانية الى مخيم رقبان على الحدود السورية الاردنية وصفة هذه المعلومات بالمغلوطة تماما بدأت الحكومة الامريكية في استثمار اكثر من 170 مليون دولار لمساعدة لقاحين جديدين ضد فيروس ابولا وعقارين جديدين لعلاج الفيروس على استكمال الخطوات اللازمة للحصول على موافقة ادارة الاغذية والعققير فقالت هيئة الابحاث المتطورة وتنمية الطب الحيوي انها ستشتر العقارين واللقاحين وتحتفظ بهما في مخزون وطني يستخدم لحماية الامريكيين نهاية الموجز الى اللقاء نشكركم على متابعة قناة تلفزيون الان على يوتيوب ليصلكم كل جديد قموا بالضغط على زر اشتراك او سبسكرايب او ان اعجبكم ذلك شاركونا تعليقاتكم ولا تترددوا ايضا بالضغط على مشاركة او لايك اشتركوا في القناة